ما مصيرها؟ ترحل أم تقر؟ لا جواب عن السؤال حتى الآن فالموازنة المالية للعام المقبل لم تتعدى دائرة الجدل بين إمكانية وصولها إلى قبة البرلمان وإقرارها قبل الانتخابات من عدمها موصلة الأحداث تشير إلى صعوبة إرسالها من قبل الحكومة في موعدها عند تشرين الأول المقبل على الحكومة على البرلمان الحالي ويبت في قضية موازنة 22 حتى لا تكون هناك عرقلة للاقتصاد العراقي المتلك أساساً وخصوصاً بعد رفع الدولار حصلت فجوة في الأسعار أثرت على المواطن العراقي اليوم دخولنا في فراغ مالي وفراغ قانوني سيضيف أعباء جديدة على المواطن العراقي وعلى الدولة العراقية الحكومة بدأت بإعداد مسودة القانون لكن موعد أرسالها يعتزمن مع موعد إجراء الانتخابات ما يعني أن إقرارها من منظر فقهاء في القانون يكون من مهمة البرلمان الجديد هذا إن أكملت الحكومة الحالية أعداد مشروع القانون ضمن المدد الرسمية دون الحاجة إلى أكمالها من قبل الحكومة المقبلة الحكومة تستمر البرلمان لما يعين حكومة جديدة اعتيادة ستطنع الحكومة الحالية شوف له هذا لكن البرلمان لا تأخر عن المواعيد المقررة فالحكومة لا منع من إعداد مشروع الموازنة وإداء المجلس النواب أما تفصيلات الموازنة المقبلة فقد تختلف عن موازنة العام الحالي من حيث السقوف الانفاقية واختزال مساحة الاقتراض لسيما مع ارتفاع سعر برميل النفط وتعافي الإيرادات النفطية لكن مصيرها سيبقى مرتبطا بالانتخابات ولحينها تبقى الأيام حبالة بشأنها لا يدرى ما ستلد من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر